موسيقى حياكم الله لم نتجاهل الحدث اليومي بل سنواكبه لم نقف عند نقطة واحدة بل سنصل إلى أبعد النقاط لن نكتفي بطرح رؤية واحدة بل سنسمع الجميع سوديو بوضوح مشاهدنا الآن برلمانا مصغرا يوضح خبايا المشاريع الانتخابية للكتل أين تتقاطع؟ بماذا تتفق؟ وما هو الجديد؟ نستضيف فيه مرشحين يتناظرون أمامكم والحكم لكم وأنا هنا أقف على الحياد إذن مشاهدين أستضيف بهذه المناظرة كل من الدكتور ناجح الميزان المرشح عن حزب الفيدرالية الوطنية عن محافظة صلاح الدين رحبك دكتور تحياتنا لك أيضا مشاهدين من بغداد مع الأستاذ عبدالله زيدي المرشح عن تيار الحكمة أستاذ عبدالله رحبك معنا بهذه المناظرة حياك الله أهلنا وسهلا بكم تحياتنا لك البداية مع الدكتور ناجح الميزان دكتور ناجح الميزان من سياسي معارضة لمنخرط بالعملية السياسية إذن كان الخلل بك أنت كشخص أنت اللي مؤمنت به العملية السياسية بالتالي الخلل بالدكتور ناجح الميزان ما كان الخلل بالعملية السياسية بقضية استيعاب السياسيين المعارضين لها بد أنه لم أكن يوم المقاطعة للعملية السياسية معارض يسمحني أكون معارض ومقاطعة أنا معارض لسياسة الحكومة أنا كنت عضو مجلس بلدي في سامراء وبعد عضو مجلس محافظة وبعدين دخلت الانتخابات 2014 وفزت وقبلها أنا رئيس كتلة يعني فيزت ب2009 كتلة فازت وخذت المحافظ لم أكن يوم من الأيام مقاطعة للعملية السياسية وغير مهم بهذا الشيء لكن معارضة لنهج حكومات يعني خاصة الحكومة المالكية كنت معارض لهذا المهج حتى بحكومة العبادي أنا مستضيفة قبل 8 شهر قلت لي السياسي المعارض وإذا أفوز وروح البرناماء نفضل معارض نفضل معارضة وحدك لا سمح لي أنا بغض النظر أنا ما جاي يعني أخش جو جناح أحد حتى لو يعني اتخذ قراري من خلال آخر أقول لك اللي ينقال وراك أقول لك اللي ينقال وراك أنه الدكتور ناجح الميزان بهذا الترشيحة هو ضمن الصفقة اللي يتمهد للولاية الثانية للدكتور العبادي أنت قريب اليوم من العبادي حتى خطابك زيناني تشريت قائد في ساحة اتصاب في بدال حق في سامراء ورشحت والمالك رئيس وزراء وفزت والمالك رئيس وزراء يعني معارض حتى في بالإعلان مالي للانتخابات أنا كنت معارض كنت لا ولاية ثالثة المالكية أنا أعتقد أننا الوحيدة اللي قلت هذا ودخلت الانتخابات وفزت بالانتخابات قصدي الانتخابات والمشاركة بالعملية السياسية شيء يعني أنت تكون معارض وهي الوضع الطبيعي لأي حكومة أن يكون لها معارض لكن إحنا الموروثة لعدنا أنه المعارض لازم يقاتل ولازم مدرشونه لا أكون معارضة طبيعية سواء أنت داخل العملية السياسية أو خارجها لكن بداخل العملية السياسية يكون المعارض أقوى يعني لو كان عندنا معارضة بالبرلمان وهذا اليوم كلها تقول ومو بس أنا كل المكونات تقول المفروض أكون معارضة بالبرلمان مكانها الطبيعي للبرلمان دكتور خطابك وين قبل وهسة وين هسة ممكن أنا أقدمك الدكتور ناجح الميزان المتحدث باسم ائتلاف النصر التابع للدكتور حدر رباش ليش النصر خطابك حكومي شو حكومي وين انت بعد حشيت فيها حتى نشوف خطابك حكومي خطابك حكومي مدخل يا غادل باختش وقت حشيت بعد ذوق حياك الله ولا وسهلا في قضية المعارضة واستيعاب المعارضة خلي نتناظر بها نشوف شنو اللي بغداد مدى استيعابها للمعارضين انت أخذك اليوم كمثال خلنشوف تير الحكمة اللي تير رفع شعار احنا قدهة واحنا قدهة بالتغيير استاذ عبدالله الزيدي قدهة بالتغيير اشقد راح تستوعبون المعارضين وعلى الاقل اللي يكون على نهج مثلا دكتور ناجح الميزان اللي ناخده اليوم كمثال للمعارض اللي يشوف نفسه كمعتدل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولضيفكم تحية لك وليجميع مشاهديكم الكرام اظن انني سمعت السؤال ولكن هناك نوع من التشويش بالصوت بالحقيقة ولكن اعتقد فهمت السؤال طيب بشكل عام شعارنا احنا قدهة نحن حقيقة قدهة لكثير من الاشياء وتسنمنا لوزارات ثلاث في المرحلة الماضية كل الوزارات كانت تشهد طفرة نجاح واسعة وكبيرة واثبتنا ايضا باننا مشروع شبابي متجدد حيث استوعبنا فيه الطاقات الشبابية واعطينا لهم ادوار كبيرة في هذا الكيان السياسي في المرحلة القادمة نعتقد فيما يخص تشكيل الحكومة وشكل الحكومة القادمة انا اتفق مع الاخ ناجح الميزان في قضية وجود حكومة موالات وحكومة معارضة ايه استاذ عبدالله نعم هذا الاتفاق كلش قلقنا اليوم بهاي الحلقة كلش مقلق آني من عندك فضل ايه طبعا فضل 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 موالات وحكومة معارضة اهه التي اطلقنا عليها الاغلبية الوطنية اهه الاغلبية الوطنية هي تمثل كل اطياف المجتمع ولكن ليس كل الاحزاب السياسية لان هذا البلد يتكون من مكونات كريمة وهذه المكونات لا بد ان تكون كلها حاضرة في تشكيل الحكومة من اجل طمأنة الجميع ولكن هذه المكونات لديها احزاب كثيرة ليس من الضروري وليس من المعقول الاغلبية الوطنية في تشكيل الحكومة ارجوك ارجوك فسخل لنهاية اكملها المقطع الاغلبية الوطنية يعني مصطلح ترى مستفز الاغلبية الوطنية مستفز للمعارضين الاغلبية الوطنية انت تريد تغازل بيها السيد المالكي صاحب مشروع الاغلبية السياسية شو رح تستوعب معارضين مثل خطاب الدكتور ناجح الميزان شنو الجديد وين انت قدها عموما الاغلبية السياسية هي اغلبية عددية اي نشكل حكومة عندما يكتمل النصاب النصف زائد واحد بغض النظر عن المكونات العراقية الكريمة اما الاغلبية الوطنية فهي تراعي المكونات العراقية ولكن ليس كل الاحزاب السياسية تدخل في هذه الحكومة اي جزء من الشيعة جزء من السنة جزء من الكرد يشكلون الحكومة ونفس هذه الاجزاء يكونون في المعارضة اي الكل يتمثل من المكونات ولكن ليس كل الاحزاب لان مشكلتنا احنا في الحكومة الكل داخل في الحكومة ولكن الكل يتبرأ من الحكومة هنانا السؤال هنانا السؤال استاذ عبدالله هنانا السؤال نفسه تيار الحكمة نفسه قبل المجلس الاعلى كل الكتل السياسية اللي موجودة ببغداد واغلبها حتى بعموم المحافظات العراقية هي نفسها اللي ما نجحت بالشراكة الوطنية اشترح تنجح وتستوعب المعارضة اللي هي اليوم محور المناظرة بينكو بين الدكتور ناجح الميزان لا اعتقد بانه اليوم كعراقيين استطعنا تجاوز مرحلة الطائفية واستطعنا ان نضرب امثلة كثيرة في قضية الاغلبية الوطنية واللحمة الوطنية والموقف واضح تجاه داعش الكل توحدة ودافع عن هذا البلد الكريم والكل قاتلة والكل خسر ما خسر من اجل الدفاع عن هذا البلد الكريم اذا هناك تطور حقيقة في المواقف الوطنية بالعراق وتراجع كبير في المواقف المتخندقة الطائفية العنصرية اعتقد نحن اليوم متقدمون على المراحل السابقة واليوم نحن في احسن فرصة لتشكيل حكومة اغلبية وطنية والفرصة سانحة لذلك ممتاز خليك يا ارجع باللي تفضلت باللي الدكتور ناجح الميزان بس على الاقل ناخذ التيار الحكمة مش قد خطاب تيار الحكمة يكون مطمئن اليك ويخليك تمارس حقوقك سواء كانت الديمقراطية السياسية بقضية السياسي المعارض اللي راح يروح بالبرلمان او حتى كشريك سياسي معارض لا ضير شو بستان محمد يعني هنا بلا خير على الممارسة بلا خير يعني اليوم كلهم يدلوا بدلوة كل واحد يدعي لكن تبقى الممارسة لكن في تيارة الحكمة تيارة الحكمة صارت بتحولات يعني اللي اللي كانوا قبل بالمجلسة الاعلى غير الموجودين الان اعتقد الموجودين الان يعني كلهم شباب كلهم ملد هاي المرحلة يعني يفهمون شنو معارض اصور هكذا يعني من خطابهم خطابة واضح لا مو بس استاذ عبدالله زملاء ايضا يعني خاف اقول رفاقة ويقول بعثي زملاء بتيارة الحكمة يعني تقريبا ناس هادئين ناس مستوعبين الحالة لكن تبقى شوكت تبقى لما يتجى الانتخابات واشوف هدهم المهم يعني اليوم يكون تسميات اغلبية سياسية اغلبية وطنية عابرة للطائفية اليوم يكون هذه المصطلحات هذه ما تعني شيء يعني شيء البرنامج الكتل هو البرنامج برنامج الانتخابي يقول لك انا رفاعة شعار الاغلبية الوطنية واضح معيني ما هي كانت الحكومات القبلها ايضا بيهسنوشية وكراد يعني يعني وين يعني شن راح يصير مثلا اما استثني حزب استثني حزبين هذه مو فات قضية لكن ما النتيجة هي كب بها صب بها على قولة الشياب يعني ما النتيجة سنة شيء عكراد يعني حتى ابو الاغلبية السياسية من يتقول لها ابو الاغلبية العددية هم يقول لك نفس الحاجة عموما يعني القضية مو قضية مصطلحات القضية قضية برنامج من الكتة التي ستعلن برنامجها الحكومي يعني انا عندي برنامج سأفعل كذا وكذا وكذا السؤال هذا اما المصطلحات يقدر تيار الحكمة يقدر مثلا يعلن برنامج على سبيل المثال ويوجد قضايا ما حد يقدر هسا يعلنها يعني خاف لا يخسر انتخابيه لماذا شوف مثلا كثير من الكتل ومن الأحزاب والمرشحين القادمون القادمون يا بغداد يعني اللي راح يروحون للبغداد اكو مشاكل اكو مشكلة بالشيعة و اكو مشكلة بالسنة زين و اكو مشكلة عند الكرد من الكتلة اللي راح تقول يا بأ عفا الله عما سلف هاي وحدة سنبحث في القضايا التالية التي اوصلت البلد الى هذا المكان الى هذه المنزلة من بسقوط الموصل تحقيق دولي بقضية سبايك لا 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 اسمعني هذا الخطاب ايه احنا يدرينا نقشف ونرفزنا ونقول ماكو طائفية ما يقضي على الطائفية الا ان تبحث الحقائق تظهر شوف اليوم ابي سبايكر ابي ابني قتل بسبايكر اللي يعرف انه اول تالي انت دفع عن سبايكر بس اسمعني لا موانجيك على العلاق بس اول تالي لا لا هم عراقين من نتيجة وناس مظلومين انت بلك شغلة يعني ان ما في ديهم حشات على سبايكر لا تخبوخوا شواده لا محشات اسمعني اقبالهم اكو سنة هذول ابرياء واكو سنة راحوا ابرياء مداعش لانه لانه كو سبايكر انا شنو اريد ليش انا مثلا انا هذا الموضوع هذا حتى اخلص من الطائفية ليش ابو سبايكر يعتقد انه ذول الناس السنة قتلوا ولده انا ما ليش اغلب السياسيين شو يريد العبا انا اقضي قضاء جذري على الطائفية على الثارات على الاتقامات تيجي على السنة اسمعني خليك اكمل لك الفكرة الفكرة متقابلة بها مصلحة للطرفين السنة اللي راحوا ولدهم ببزيه ببر الزازة واللي راحوا ولدهم من صلاح الدين ذولة ولدهم ابرياء انا احكي على ابرياء مو داعش داعش ما مات يعني غير قصة هذولة راحوا بسبب انه كو سبايكر قبالهم اليوم انا منيصير تحقيق من داعش معروفة قتلت لدى سبايكر معروفة لكن من اخرجهم لماذا لم يعاقبوا انا اش اريد انا شنو اريد اسمعلي ليش البرنامج اريد يضمن هذا هذا من يصير تحقيق وينسجنون ثلاثة اربعة من القادة اسمعلي وينعدمون جماعة داعش راح تبرد مثل ما يقوله الدم راح يبرد هاي محاكم عسكرية لا 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 هاي محاكم عسكرية لا انت شو تريد تدري وانتري توصلني تريد توصلني الى قضية انه هو انا اريد اقدر لا ساب حمد لا يصير نبني على خطأ لا لا لازم ارجع ناجح الميزان للعملية السياسية لا 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 شو نقيمة ترجع ناجح الميزان والبلد يبنى على الخطأ الله عليك ما رجعت بصفقة سياسية والله اتحد كل خلي استاذ استاذ عبدالله خلي استاذ عبدالله هو هناك خرج اللعبة تارى الحكومة خرج اللعبة اسمعني اتحدى اي بشر من كل الحكومة او من يؤثر على الحكومة اذا انا شاهل تليفون اي لان انا اصلا ما عندي كل شي كلها اعلام يعني ناجح ناجح ما اقو لان انا معارض فالجهات اللي متضررها من عندي اللي مثلي يتهموني طبعا انت ازهب يجهز عليك قضية ولا انا شكو عندي انا دي شل انتخابات طبية لا عندي اجهزة امنية قبعية ولا عندي بعثيين ولا عندي قرارة خطاب واضح بس تعرف انا اتش تتمنى يكون لقاء وحدك اش وقت رح تلتقي ابو مهد المهندس لا انا ما عندي علاقة ابو مهد المهندس انا عندي علاقة يش من المحافظة الصلاح دي اللي تقو بي انا ما يعنيني ابو مهد المهندس رجل بالحشد شو علاقتي انا بالموضوع لكن انا ما يهمني بالحشد انه الحشد ينظف نفسه ممتاز ينظف نفسه شلون ينظف نفسه من الناس اللي اساوله وقتله والناس الابرياء ممتاز مثلا مثلا وانت لا تخلي ناسا محمد انت لا تخلينا نطلع أمام الناس بأنه ما بكليلوا على فكرة لا هني ولا سا عبدالله شوف يحشي لك شو أني نظف نفسه اليوم الحجد الشعبي صار حقيقة على أبو مهد المهندس ولا هذا العامري ولا كل قادة الحشن آقوا هناك حقائق على الناس الناس اختفوا أبرياء غيبوا أبرياء من صلاح الدين طب صلاح الدين من أبار من صلاح الدين يعني المثبتين اللي يقدروا أهلهم يجون ويسجلون لأنهم الباقي يخايفين يقولون خف نروح نشتكي وهم يجون النوب يأخذونه اللي موجودين أكثر حوالي ستة آلاف دولة أبرياء شوف دولة أبرياء هذول الناس على اليوم هياة الحجد الشعبي ذات قول لأبو مهد المهندس على أبو مهد المهندس لازم يسويه يجي تعالوا الفصائل كنا قبل فزعة وراحوا ذول بعد من دولة هذا على الحجد الشعبي شون ينظف نفسه من اللي الناس اللي قتلوا دولة الأبرياء لازم يذبون بسجن لينظلوا محسن هاين نقطة هاين نقطة أروح به للأستاذ عبدالله نقطة تشوف أنت تكون منطلق للقضاء على الطائفية ومصالحة صح ممتاز أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله بشقد تيار الحكمة بشقد التحالف الوطني قادر على تحقيق ما تحدث به دكتور ناجح الميزان قال لك تريد مصالحة وطنية تريدني أن خرط بالعملية السياسية تقضع الطائفية حسب المسيئين مثلا ذكر لك مثل المسيئين بالحجد الشعبي نحن في تيار الحكمة ساعين إلى تحقيق الدولة العصرية العادلة ومن يتفق معنا في هذا المشروع السياسي سنة 2018 إن شاء الله سنتفق معه على تشكيل هذه الحكومة الآن أريد أن أختلف معه ناجح الميزان آها يا الله يعني إذا كان يبحث إذا كان يبحث عن فعلا دولة عصرية عادلة وأن يتجاوز الأزمات النفسية والصدامات المجتمعية والطائفية في البلد عليه أن يتجاوز هذا الخطاب الطائفي هو خطاب يدس فيه السنب العسل إنه الحجد الشعبي هذا الذي دافع عن العراق وبذل الغالي والنفيس وخسرنا ما خسرنا والدماء التي سالت في هذا البلد الكريم جراء الدفاع عن العراق والدفاع عن أحرار العراق والدفاع عن بلدهم وعن المناطق الغربية حقيقة بالتحديد لذلك عليه أن لا يتهم الحجد الشعبي بأشياء ليس لديه أي دليل ما هو الدم الذي يسيل الذي يقول الأبرياء الأبرياء الذين قتلوا يا ريتي دلنا على الدليل حقيقة الحجد الشعبي كان ضرورة في مرحلة الماء ولم يستطع ولم تستطع أي جهة أمية أو عسكرية تدافع عن هذا البلد الكريم إلا الحجد الشعبي الذين ذهبوا إلى ساحات القتال وأخذوا سلاحهم سلاحهم الشخصي ومنهم من ذهب بدون سلاح وقاتل عن هذا البلد الكريم أما أن يضع أن يضع التهم ويشخص الحجد الشعبي في القضايا السلبية المختلفة خليني بس أوضح لك نقطة هذه مدعاية انتخابية أبدا نحن سنبقى سنبقى أن ندافع عن هذا البلد الكريم وسنبقى وسنبقى في هذا الخط الجهادي الذي الذي يدافع عن هذا البلد وكل شخص يدنس هذا البلد الكريم سيلاقي نفس المصير الذي لاقاه من الحجد الشعبي الكريم عيني أستاذ عبدالله بس خليني أكمل سؤالي ورح أنطيك الوقت تجاوب أولا الدكتور ناجح الميزان ما تهم الحجد الشعبي قال لك أقوى مسيئين بالحجد الشعبي وإذا أنت تتذكر حضرتك هذا نفسه رأي الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء اللي هو من حزب الدعوة اللي هو حليفكم بالتالي أنت تتحدث عن تشكيل دولة عصرية 2018 مبروك عليك تشكلها بس هاي الدولة العصرية ما تحاسب بها مسيء أخي الكريم لو هناك إساءة من أي شخص من الحجد الشعبي سيحاسب عسكريا وعندما يتحدث السيد رئيس الوزراء باعتباره رأس هذه الحكومة أما السيد ناجح الميزان فيعتبر ند نوعا ما للحجد الشعبي لما عرف عنه لما عرف عنه من مواقف سلبية تجاه الحجد الشعبي وتجاه المسار الديمقراطي في العراق لذلك عندما يتحدث في هذه الفترة ويقول نحن نريد أن نتجاوز الطائفية ويضع هذا الموضوع تحت المجهر ويكبر أكثر من الطبيعي فأكيد نحن غير ذاهبين حقيقة إلى الاستقرار والوئام المجتمعي إذن نحن أيضا ذاهبين إلى تشنج من خلال من خلال يعني دس السنف العسل التشنج والساد عبدالله حضرتك اللي تخلق بخطابك الآن التشنج أنت اللي تخلق الآن بخطابك يعني العبادي ينتقد الحجد الشعبي حلال دكتور ناجح الميزان ينتقد الحجد الشعبي حرام وما يصير على أي أساس هاي يا دولة عصرية اللي يتحدث عنها تيار الحكمة أخي الكريم أخي الكريم نحن نتحدث عن الحقوق والواجبات اليوم هناك جهة اليوم هناك جهة هي مختصة بمحاسبة الحجد الشعبي وإذا كان السيد السيد ناجح الميزان إذا كانت لديه أي أدلة دامغة عليه أن يذهب إلى الجهات المختصة الجهات العسكرية الجهات الحجدية إلى الحكومة إلى البرلمان ويقدم الدلائل الدامغة على الحجد الشعبي وتجاوزاته حتى يحاسب أما هذا التشهير والتسقيط الغير مباشر وفي ظل هكذا الظروف نحن ذاهبون إلى الاستقرار ذاهبون إلى الوئام المجتمعي ذاهبون إلى التصالح ذاهبون إلى يعني حقيقة أنا أرى اليوم الخطاب هو خطاب متحضر خطاب أريحي في كل القوى السياسية لذلك لا أعتقد هذا الخطاب ينفع السيد ناجح الميزان وتأجيج بعض الإشكالات التي ربما هي ليس من صالحه ولا من صالح منطقته ولا من صالح الشعب العراقي بشكل يلعام ممتاز خليك واضح حدث أنه خلينا نقلب صفحة لا تأجيج ترجعنا على ملفات قديمة أكو مسيء بالحشد الشعبي أكو محاكم عسكرية أتحاكمة نبدي صفحة وطرح لك مشروعة أنت ما مقتنع بمثلا الأغلبية الوطنية ما راح أقلب ملفات قديمة وطلع أنه الحشد الشعبي يعدمه سيئين العبادة قالها طلع لي بشي جديد قل لي مشروعك الانتخاب جد يتوافق ويكون قريب من مشاريعهم الانتخابية أنت رايح البغداد أخي صفحة الحشد الشعبي طويت صفحة الحشد الشعبي طويت والآن لا يوجد قتال ولا معارك في المناطق الغربية اليوم نحن ذاهبون نحو الاستقرار ونحو تشكيل حكومة خالية من العقد والإشكالات لذلك علينا اليوم ككل كقوة سياسية نساهم في بناء الاستقرار المجتمعي والسياسي كي نذهب إلى الملفات الخدمية فضل دكتور ناجح الميزان سؤالي كان واضح يعني نفس الخطاب لا تغير شي سواء المصطلح عنده أغلبية وطنية وقلت لك هي بل ممارسة وبل برنامج يبين ها سأبين طبعا أول ما تحشي تقول لها يا أبو هيتش يقول لك هذا السم وطائفية وانت 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 وكأنه ما سويا أنا اللي أعرف الدولة المدنية والدولة يسموها شني الدولة العصرية الدولة العصرية الدولة العصرية تقول الدماء لا تجف والحق ما يسقط بالتقادم يعني مو أنا حتى أبني دولة عصرية لازم هاي الناس الماتت والإمهاتهم أنا أريد الجثث اليوم أنا مرأيت شي أريد هاي دولة المواطنة يسموها حكومة وطنية أغلبية وطنية هاي الأغلبية الوطنية أريد أتعامل هذول اللي خطفه يقول لي أدلة وكأنه الأخ عبد الله ما يدري ولا بالعراق أريد البرزازة اللي خطفه ألفين واحد ذول شنو هذا مو دليل لو ما يدري بيهم زين أريد اللي بص أقلاوية سبعمائة وأربعين أو سبعة وأربعين ذول اللي يخذوهم وراحوا اسمعني ما قالوا بطبخاء حسناني حتى أصير التأصير وطني درجة أولى لازم إش لا تحتي لا تجيب طريق هذولهم أمهاتهم يبتن عليهم مولدهم راح يكبرون يريدون ببهاتهم مين اسمعني اسمعني ما أقول لك الخطأ يعني مو تعبر أنت تعبر شي غلط تعبره أنت غير تبدي تصلح تجبر الخواطر ترجع الناس المناطقها غير على أقل تقرر مصير هذا المخطوف يا أخي ذا ميت خليه حتى حتى ولده يعرفون حتى الميراث حتى قضايا دينية خطابك أنا ما رأيت شي أنا ما رأيت شي رأيت الدولة العصرية وده وش زم حكومة الوطنية تقول دولة العصرية قال لك الدولة العصرية العادلة هم العادلة خليني بالعادلة والعصرية أشو كل أدوات العادلة والعصرية أريدهم منها ماشي أريد تطبيق القانون إسبح لي ها وأريد أموال العراق كلها يبحثون بها يعلمون يقولون راح نجيب نسوي نجيب شركات دولية تحاسبنا على الفلوس الراحت وارريد يقولون هم لازم قبلنا قبل المفروض أنا قبل ما أطالب أستاذ عبدالله طالب يقول لي نعم إحنا من نشكل من نشكل حكومة أغلبية وطنية أي واحد راح نقرر مصيره ونشوف من اللي أخذها واللي قاتل الواحد بري نقص صبعة زيان نقص صيدة أول ما تقولهم أنت طايفي أنت سبل أسنو خطابك لماذا سيد مقتدى تستدريش قال لو هذا يصير لأنه سيد مقتدى لازم حلح ما قال ميليشيات وقحة وميليشيات بس دكتور دكتور ما قال العباد خطابك خطابك منعرف من جاية بنوع من الاستقطاب لي لماذا استقطاب أصوات أصوات أمهات القتلى لم تقول أمهات السبايكة لا لم تقول طالب بالمقابل قبل الرزازة وقبل السقلاوية وقبل صلاحة لا لا شو أحكي لك أنا بالنسبة لي أنا رجال يعني خطابي هذا مبدئي وعندي ثوابت ما أتخلى عنها سواء فزت بالبرلمان ما فزت اسمعني ما فزت هذا لي مو موضوعي أنا صاحب حق من يقول لي نعم هاي حقك وهاي محقك أريد واحد يسمع هذا الكلام الحكومة العادلة أن تنصف الناس عزيزي حقك 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 ليش أريد أنا ليش أريد أنا تحقيق بقضية سبايكر ليش أريد تصور عزيزي التحقيق ماشي عمي لا مال الموصل ولا مال سبايكر التحقيق ماشي بس قبل انت انت انطيني شوية فرصة ليش أريد أريد حتى يعرف ذوي شهداء سبايكر من يطلع التحقيق حتى يعرفوا من اللي طلعهم أريد اطلعوهم مسلموا لداعش منه بس أريد تحقيق مرايت كل شي تحقيق منصف جهات دولية تحقق حتى يظر تعرف الحكمة له هاي ممنوع ممنوع تقول ليش تهربوا والسجناء من أبو غريب وكل شي مبنى عليهم الكوارثة صارت تهريبة السجناء من أبو غريب استاذ عيني ماشي ماشي وحايا سبايكر وصار اللي صاف زياني صيني تناقض على الغرض ما ينبلي اكو تناقض ب يعني بسياستك بقضية انه شلون انت جاي مؤمن بالعملية الديمقراطية ومؤمن بالقضاء كل شي صح ومرشح هسه انت تناقض نفسك بخطاب انه هو هسه اريد تحقيق ولازم اطلع حق امهات سبايكر والقتلى سبايكر واللي صار بالموصل عزيزي هذا موجود هاي موجود موجود بالمحاكم وشنو انا اقول الرئيس مجلس الوزراء يقول لك القضايا ماشية وممكن انه تكشف بأي لحظة هاي قضية شوف قضية بلق محكمة العسكرية قضية بلق اصدرت حكم الاعدام بمهدي الغراوي كذب هذا ما كنت حاش قبل فترة قالوا ماذا الغراوي انعدهم اطلع على الرجاء قال كذب علي غيادان وكلهم شو بحتي لك ما صار تحقيق صار تحقيق برلماني اللي ما لهم انا رأي تحقيق دولي ها محكمة دولية منتهى العراق تريح تحقيق دولي من المواطنة من المواطنة وقمة المواطنة من يخون العراق ومن يسرق العراق كان من يكون عزيزي اسمعني دكتور لا لا هاي مواطنة تريد تحقيق دولي لا لا تريد تحقيق دولي وانت تثق بالقضاء الغربية والقضاء لو رح رشح بالاتحاد لأوروبا حسن لا لا شو بحشي لك هنا القضاء القضاء يعني اكو اكو تهديد عليها ما يقدر ياخذوا ياخذوا راحته ومنت تعرف جيدا وانا يعرف الكل زين اليوم اي قاضي اريد يشتغل حسب القانون رح يجي الجهات المتضررة ومتنفذة تضرر من القرار رح يغتالوا هاي من تهيل منها انا مو قصدي قصدي كل الدول المدنية والدول الحية والدول العصرية لما يصل على ذاكارثة مثل اللي اقل من اللي صار بالعلاقة بالف مرة يذهبون الى محكمة العدل محكمة العدل الدولية الدولية اي ومحكمة على تيار الحكمة اسمعين تيار الحكمة اريد يسوي حكومة اغلبية وطنية اول شي يروح اول ملفات سبايكر والموصل وتهريب السجناء والامران اللي سنقتلها المحكمة الدولية هذا يريدون لأكو قدسية للمسيئين اخاف يطلع واحد من جماعتهم هو مذيب وخطيئة ينحبس خليني اروح دكتور ناجح ايضا عن اذن الاستاذ عبدالله خلونا نشوف مشاهدينا استطلاع شون اللي ريد الناخب العراقي وبعدها راجعين يكون حقرد مكفول للضيوف الكرام خلوكم ويانا نطلبها من عدم صاد نحن من الفين وثلاثة لحد هاي الفترة اللي يحكمون بيها اسكم سنة صار تقريبا حوالي تلتع عشر سنة واربع عشر سنة وما حققوا اي مطاليب بالنسبة انك كشعب واي قدامك الناس اللي محتاج اللي يعني هم شلون منقول يستعدون اخر السيارات واخر واخر المدير والناس قاتلها الجو يعني يرضيك هذا يرضي الناس وبعديا واحنا مو بتقولوا المرجعي المجرب لا يجرب رأينا هم يعني احنا مو كل قلبنا راح يصير لان هو نفس الفساد راح يبقى حتى لو انه اكوا مرشحين جدد او هاي لان هما ذول راح يطغون عليهم عيس القوام رأساء القوام فيعني حتى لو يرشحون جدد هما راح يبقى نفس الفساد ونفسه بس احنا نتفائل بالخير ان شاء الله الله موجود وحقنا ماضيع واحنا شنطلب من عنهم الامان يوفرنا العمل كهرباء الماء احنا كل شيء مريمي عنهم بس هاي طلباتنا ارحب بكم مشاهدين الجواب اليك خل ابدو اياك استاذ عبدالله استاذ عبدالله شترد على المواطن البغداد الان اللي ما متفائل بقضية التغيير يقول لك اكو طبقية حتى الوجوه الجديدة ما متفائلين بيها ظاهر المشاريع الانتخابية ومشروع تياري الحكمة ما مقنع للشارع العراقي اولا ارد على السيد ناجح الميزان لا تقلب الحق باطل والباطل حق هذه قضية اولى قضية قلب المفاهيم لا اعتقد تخدم اي شخص من عندنا وخاصة نحن اليوم قوى سياسية علينا ان نساهم في احقاق الحقوق وجعل الاشياء في موازينها الطبيعية فاعتقد اذا نفارق هذا الخطاب هو يساهم في استقرار البلد هاي واحد القضية الاخرى قضية الخدمات اليوم اذا تسأل المواطن يعني ماذا تريد ماذا تريد ما هو مطلب المواطن اعتقد اغلب المواطنين عندما نسألهم يكاد لا يكون الجواب اكثر من قضيتين او تنحصر في قضيتين القضية الاولى هي الخدمات نعم والخدمات هي تشمل قضية هاي الخدمة العامة البلدية يعني وقضية الصحة وقضية التعليم وقضية الكهرباء قضية يعني التوظيف قضية سوق العمل البطالة هذه قضايا خدمية بحته القضية الاخرى الا وهي الغاء التمييز احيانا المواطن يشعر بان هنالك هو ما بين بعض السياسيين وبين بعض ابناء المجتمع هذا واضحين حتى استثمر الوقت وقت ما عندي ده تشوف هذا الاستطلاع كان ببغداد من ساحة التحرير يعني جمهوركم ما مقتنع ببرنامجكم الانتخابية وبأغلب البرامج الانتخابية شل الحل شنسوي لاشلون القنعة بهاي الاربع سنوات اللي جاية هو هذا همنا اليوم انا اقول نحن اليوم لله الحمد فارقنا الملف الامني لان سابقا عندما كنا نسأل المواطن ماذا تريد يتحدث عن الامن يقول اريد امن وامان اريد ان اخرج بالشارع ولا اشعر بالخوف لله الحمد اليوم هناك نوع من الاستقرار النسبي الكبير بما يخص الامن لذلك تحول مطلب المواطن الان الى القضايا الخدمية والغاء التمييز اعتقد لو استطعنا ان نركز الجهود على اولويات الاشياء اولا قضية السكن وكيفية معالجة قضية السكن والاراضي المتجاوز عليها والطاب الزراعي هذه ملفات اساسية وحيوية اليوم علينا ان نعالجها القضية الاخرى بيئة العمل الكل يعلم الحكومة لا تستطيع ان توظف كل المواطنين في دوائر الدولة كل الشعب يصير موظف هاي الكل يعلمها ولكن انا اليوم كحكومة قصرت في قضية خلق الوعاء الحقيقي للعمل الى وهو القطاع الخاص اولا اجعل اضف عد نقطة مناسبة للعمل والقطاع الخاص نقطة مهمة جدا عفوا ان هيش ما اقدر اكمل الفكرة لا ما هي الفكرة واضحة قضية الخدمات تركها لكن اتحدثت بنقطة مهمة وهي انه هاجس الملف الامني على الاقل الان اصبح مطمئن خلينا شوفوا الدكتور ناجح الميزان شقد مقتنع بهذا الطرح دكتور ناجح الميزان شفت المواطن ببغداد على الاقل هو ما مقتنع بالبرامج الانتخابية ما متفائل جواب الاستاذ عبدالله انه على الاقل احنا جاوزنا اكو منجز المنجز هو المنجز الامني بتتفق معاه بهذا الطرح لو لا يعني جيد ورخ بصطعي السراء الوفر الامن يعني كل جيد يعني هذا انجاز نبني على هذا الانجاز شون نبني عليه يعني نبني عليه ننطيهم خدمات ننطيهم خدمات وهي احنا يعني برنامجنا شون نوفر الخدمات كل زيان ستديع لنا الناس يقول لك ان هذا برنامجنا وفرنا الامن ورخب الصعي السنة وراح نوفر الخدمات زيان يعني يعني لحد يحلم تطلعات اخرى ان نكون مثل مثل باقة دول متقدمة يعني لا توجد برنامج انا قصدي من هذا هذا مو حل برأي الحل شنو كنت الفدرالية الفدرالية الوطنية احنا كحزب اي امنا وقتنعنا لا يمكنه طبعا يا قناعات مؤسسين تيار الحكمة اه انه لا يمكن ان ننقذ العراق ولا يمكن ان تحل المشكلة العراقية الا بتحويل كل محافظة الى اقليم لكي نجزئ المشكلة ولكي لا يعم الشر على الجميع على الاقل نقطع الشر عندما يحدث في مكان لا ينتقل بسرعة النار الى اي مكان اخر شلون احنا هناك عندنا دستور شو بحتيلك البلد او الطبقة السياسية اذا ما تحترم الدستور لا يمكن ان تبني بلد الوثيقة والعقد الاجتماعي بين كل مكونات الشعب الى اقل الدستور هل اتعودنا عليه يكون معك الحكومة اسمعني دستور اتفاق اربي اما ايه هذا بود اقول لك وثيقة الاتفاق السياسي راح نرجع اليوم خلنا طبق الدستور وعسى ما يصير كل الحكومة من تيارا الحكمة بس دستوريا دستوريا خلنا نطبق الدستور وننطل حقوق المواطن مو يقعد رئيس الوزراء انا كنت لاغلبية ومن عندنا رئيس الوزراء لا هو التحالف الوطني انت تريد ما تريد بس قبل الرئيس الوزراء اللي جاي من التحالف الوطني وانت سبقتني تحالف الوطني او المكون الشيعي ها لما نريد يقول لك انا رئيس الوزراء ما حد يعترض نبراسي كل ما يقعد رئيس الوزراء والله لا قالين اتقص بالعراق انت ما قاعد بالدستور قاعدك على الكرسي ليش حق الدستور ما ينطونيا لا يمكن شوف احتيلك استاذ امحمد لو هسه تيجي كل عباقرة العالم بالسياسة ولو جورج واشنطين يجي ولو يجي كيسنجر ولو يجي من يجي زيان لا يمكن حل المشكلة العراقية والقضاء الطائفية وبناء البلد الا بتحويل المحافظات الى اقليم وهذا من لب الدستور اما ليريد فارق الدستور يقدر يقول اغلبية سياسية يقدر يقول وطنية يقدر يقول وفق خدمات الحكم المركزي الحكم المركزي لا يبني دول الحكم المركزي يبني مثل كوبا والحكم الفدرالي يبني مثل كندا ومثل الإمارات لكن انا متأكد رأي نسال عبدالله يقول لك هذا يكون مثلا الفدرالية تريد انت للمحافظات السنية المحافظات لا لا كل محافظة اقليم لا يعني حتى السنية تدري ليش معظة الكاليم تنصل من سنيتي انا سني وافتخر واحترم الشيع واحترم الكردي وكل المكونات يعني جسم نفسي يعني هم هو راح يضحك عليه اذا قلت انا شيعي قصدي انا اقول انا اقول تحويل كل محافظة ليش ما اريد انا اقليم سني بمساوة كثيرة جاني واحد رئيس اقليم سني مثل مثل واحد يعني من ذول اللي يقدر مثل منه ما اريد اقول لك قالوا انتخابات بايس ان واحد يصبح بلسف وورا انتخابات اقول لك منه وشال الاقليم وراح لكن بعدين يجوز انا مصلحتي مو بالاقليم السني كصلاح الدين يجوز مصلحتي باشر واره عشر سنوات لما نصير اقليم وريد يشوف مصالحي معه من اندمج يجوز اندمج ويا البصرة ديالة على سبيل المثال ديالة بيها فها كان صلاح الدين عندي فوق لكن انا اريد مينا اريد اندمج جزوية الاعمارة جزوية النجف انا عندي سامرة مقدسة والنجف مقدسة قصدي انا اريد تحويل حتى اجزأ المشكلة وتسهل على الجميع حل مشاكلها يعني المكان ما عندي بالانبار خبس بيت مشكلة بصلاح الدين ميتين واوا اجمع لي الف مشكلة لا والله اجزئها حول صلاح الدين الراقليم ويقعدون صلاح الدين يحلون مشاكلهم اما برداد تتحكم بكل العراق من ممتاز هاي نقطع للأستاذ عبدالله أستاذ عبدالله بإيجاز وقت ما عندي هاي قضية دستورية وقت ما عندي مثل برنامجكم الانتخابي كتيار حكمة يتضمن مثلا حكومة الاغلبية الوطنية البرنامج الانتخابي للدكتور ناجح الميزاني يشوف ايضا برنامج حق الدستوري حق الدستوري ونفس الدستوري اللي انطيك حق كتحالف وطني انه تختار رئيس وزراء سبحان الله عندما تحدثنا عن الأقاليم في حينها هم من اشعلوا الدنيا وقاموها ولم تقعد لأنهم اتهموا هذا المشروع بأنه مشروع تقسيمي طائفي عنصري زين وواحد من عدهم ربما ناجح الميزان واليوم يتحدث بمنطق انه لا حل الا الفيدرالية زين اي كنا ننظر الى الامور عن بعد وكنا نشخص الاخطاء نحن عندما اطلقنا هذه المبادرة فيما يخص قضية الاقاليم نحن تحدثنا في الدستور وكتبنا في الدستور حكومة اتحادية والحكومة اتحادية هي جزء من عده او جزء من مفهوم الحكومة الاتحادية هي الفيدرالة ولكن عندما تحدثنا عن الفيدرالية عندما كان البلد مستعد لان يكون فيدرالي عندما كانت الظروف مهيئة قبل ما كانت هناك تشنجات طائفية اما اليوم عندما اتحدث عن الفيدرالية في هذه الظروف الصعبة وفي هذا التقاطع وفي هذا التصادم اعتقد ستكون هناك فيدرالية طائفية بامتياز مما تساهم في تمزيق العراق في هذا الظرف الحالي يعني عموما وقت ما عندي بس يعني الفيدرالية صار طائفية وحكومة الاغلبية الوطنية ما صار طائفية عموما شكرا لك بوقت ما عندي صار عبدالله شكرا لك شكرا دكتور ناجح بتلاثين ثانية تختم تلاثين ثانية نعم لن تبنى الدولة الا بيعطاع الحقوق الدستورية لكل ولن تبنى دولة برؤية سياسية لأي مكون سياسي أو أي مكون طائفي لو دستور لو دستور يبنىها لو ما حد يبنىها لا برأي ناجح ولا برأي عبدالله ولا برأي أي واحد من اقبل أي رؤية وصلنا بدليل انها الرؤية السياسية والحكم بالرأي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه شكرا دكتور ناجح شكرا أستاذ عبدالله شكرا لكم مشاهدين أشوفكم باتر إن شاء الله شكرا لكم